أكدت دراسة دولية تعمد ميليشي الحوثي إرهاب المدنيين وتهجيرهم وتكديس الأسلحة الإيرانية وانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ووصفت الدراسة المصرية الصادرة عن مؤسسة معت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان انتهاكات ميليشي الحوثي تجاه سكان بالنمط المتكرر والسائد بفعل الإفلات من العقاب ووضحت الدراسة أن انتهاكات ميليشي الحوثي أدت إلى إزهاق أرواح المدنيين وتدمير البنية التحتية وترحيل وتهجير السكان قسرا إلى مخيمات تفتقر للخدمات الأساسية وسأرضت الدراسة جملة من الانتهاكات الحوثية كالإعدام بإجراءات موجزة وتعسفية وانتهاكات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاختطافات وانتهاكات حق العمل والتعليم والصحة والانتهاكات ضد الفئات الأكثر ضعفا من النساء والأطفال والأقليات والمهاجرين موسيقى